ولمتابعين دموا لنا من بغداد الكاتب والمحل السياسي رعد الإبراهيمي سيد رعد قبل الخوض في التحليلات ما سبب تأخر هذا المؤتمر الصحفي المفاوضية العليا من أجل الإعلان عن النتائج النهائية أهلا وسهلا بالحقيقة ما أعلنته المفاوضية عبر متحدثها كريم التميمي في التصريح لأحد القنوات بأن السبب التأخير هو زيادة في تدقيق الأسماء ولكنني أعتقد أن عملية التأخير هي نوع من ترضيخ القوى السياسية والشارع العراقي للتحمل الأكثر حتى يتقبل النتائج أن من ينتظر أكثر يتقبل النتائج مهما كانت وأعتقد هذه أحد الطرق لامتصاص الكثير من المشككين بنتائج الانتخابات طيب البعض يرى سيد راد أن هذه الانتخابات لم تأتي بجديد فقط ربما قد تخرج تسمية رئيس الوزراء عن حزب الدعوة ما رأيك بالحقيقة هو عزوف الناخبين أولا زيارة المشككين المناطق الملتهبة مثل كاركوك وغيرها المناطق التي أخذت من كردستان وأصبحت الشيك في عدد الناخبين وعدد المقاعد كل هذه الأمور جعلت الكل على تقريبا مستوى واحد من التفاوض خاصة القوة الكبيرة التي حصلت على مقاعد عالية وبالتالي نحن لا نتوقع هناك تغيير إلا إذا حصل هناك اتفاق حقيقي بين سائرون وبين النصر وبالتالي هذا هو شبه إعلان لانسحاب الإعبادي من حزب الدعوة وأعتقد هذا الأمر صعب جدا الأمور سائرة نحو خوض ماراثون طويل بين القوة السياسية للاتفاق على اقتسام مقاعد البرلمان ومن هو رئيس الوزراء الإعبادي الآن متأرجح نعم الحزب الفائز حتى الآن هو سائرون بزعمة مقتداء الصدر وهذه لمح في تغريدة يوم أمس أنه سيتحالف ربما مع الجميع ولكن فقط لا لن يتحالف مع دولة القانون طيب هناك أيضا بالنسبة لتسمية رئيس الوزراء تتدخل فيها دول إقليمية أخرى وهنا الحديث عن واشنطن وعن تهران طبعا كيف يمكن برأيك أن تكون هذه التسمية لأنه نعلم أن رئيس الوزراء هنا هناك تدخل من بعض الدول من أجل تسمية هذا الرئيس هل سيؤثر ذلك على الوضع؟ يعني الوضع للعراق السياسي خاضع لتأثيرات خارجية صحيح هناك لا نسميه تدخل أمريكي وإنما هناك توغل أمريكي واضح في الحياة السياسية العراقية من خلال تصريحات السفارة من خلال إعلاقتها مع السياسيين حضور ممثلين عن أمريكا إلى العراق بعد الانتخابات مباشرة ولكن هذا يعني الآن القوى السياسية نفسها ما مرتب الوضع للبيت السياسي العراقي حتى تستطيع أن تقول أن الشخصية الفنانية سوف تكون رئيس الوزراء الرقم واحد هو العبادي ولكن كما أسلفت إذا تحالف مع سائرون سوف يكون له سبق واضح لأن الترتيبات الأخرى إذا كان سائرون يعني يرفض العبادي ويسير مع القوى الأخرى فأعتقد من الصعوبة أن يسمي العبادي التدخلات الخارجية ترغب طبعا انقسم الشارع السياسي العراقي إلى كتلتين الكتلة الأولى التي هي قريبة من أمريكا ومن السعودية والكتلة الأخرى التي هي قريبة من الأحزاب الدينية مثل حزب الدعوة وقربها من إيران أما الدول الأخرى ليس لها تأثير إلى جانب أمني مثل تركيا أو سوريا وبالتالي هذا الانقسام سوف يخضع لمباحثات صعبة جدا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من بغداد كنت معنا الكاتب المحل السياسي راد الإبراهيمي